موسيقى وأعتقد هسا المتابعين يريدون يعرفون شوية عن المحتوى مالتك مع العراقي بودكاست فإذا مثلا إذا نقدر نقول شون تلخص المحتوى مع العراقي بودكاست وليش الناس يعني يحبون يستمعون إلى هو البودكاست صعب أتلخصه يعني بجملة واحدة بس لأنه عندي أكثر من نوع من الصوتيات أكون نوع اللي هو يكون قصة أنا مرت بها وداحب أفكر بها ويا المستمع وأشوف أنا شونه تعلمت منها شونه الأغلاطة السويتها شونه الشغلة الصحة السويتها وعندي همينة صوتيات عن حدث ديصير حاليا ودا أحاول إني أحلله أو أشوف ليش يجدي يصير أو أطرحه على الأقل وعندي همينة محتوى اللي هو أني أسوي مقابلاته يا أشخاص أكو ناس مشهورين ناس مو مشهورين أو ناس اختصاصات معينة مثل حضرتك ونسمع منهم عن اختصاصاتهم نسمع منهم عن نفسهم فأحاول يعني أفيد المستمع بأكثر من طريقة وبنفس الوقت أنه ما يكون أكو تنوع ما يكون أكو نفس المحتوى معاد بكل حلقة فأنت مستحيل تعرف شونه الصوتية الجاية راح تكون أو حتى الخمس صوتيات اللي قدام مستحيل تعرف أن كلهم راح يكون مقابلات لو كلهم راح يكون القصص أو ولا شي من هذول الأشياء ومرات همينة أجيب صوتية تكون عبارة عن فتشي قرأتها بكتاب وعجبني فأحب أنه أقرأ بطريقتي آني نفس حاجة الكتاب بس أقرأ بطريقة عراقي بودكاست وأضيف له نظرتي إلى أو شنو أنا أشوف من هاي القصة اللي قرأتها وبنفس الوقت هو البودكاست كله بشكل عام أنا من بديته شتحاب أوثق هواي أشياء أساطي بحياتي ما لها أي مكان تتوثق بي يعني منو هاي وين حاوثقها يعني ماكو أي مكان لا عندي كتاب أكتبها ولا أريد أكتب كتاب ما أريد أكتب كتاب من تقريبا كل اليوتيوبرز كتبوا كتاب وأكو يعني وما عندي منصة أحكي بيها فأول شي سويت حطيت المايكروفون بديت أحكي وأول شي حتشت بي كان عن ولادتي وشون انولدت والغلط اللي صار بتاريخ ميلادي اللي هو موجود عند موظم العراقيين فأكو هواي ناس تفاعلتوا يا هالشي وشوي شوي بديت أمشي مراحل حياتي إذا تنتبه ترجع من الموسم الأول تلقين إذا أحكي أو شي عن طفولتي شوي أكبرت شوي أكبرت شوي أكبرت شوي أكبرت المحتوى مع البودكاست هو محتوى جدا متنوع وهذا في شي ممتاز جدا لأنه أحيانا والله يعني يمكن أفضل بودكاست بالعالم هم يصير به رتابة ويصير به تكرار والناس شوي يتمل منه لكن إنه هذا المحتوى المتنوع هو في شي جدا يعني مهم لأنه يجذب المتابعين ويخليهم دائما يعني مثل ما تقول مترقبين في حالة ترقب إنه شنو راح تكون الحلقة الجاية ومثل ما أنت قلت أنت دا تسوي على مدهمة توثق توثق أشياء توثق حياتك توثق دروس وعبار مرت بيك وتحاول تشارك الناس بيها فأنت قد أجبت على واحد من الأسئلة اللي كان عندي إنه ليش دا تسوي هذا الشي فأنت سجاوبت على هذا السؤال فراح أحطه على صفحة ترجمة نانسي قنقر